عندنا مشكلة فعلا في الكواليتي في اللعب المصري ولا هي مشكلة الظروف مشكلة تدريبات مشكلة اختيارات يعني مشكلة فين المشكلة من الاساس ان اللعيب عندك مش بتأسس اللعيب اللي موجودين حاليا المواهب قلت عندك كرسة في الكرة المصرية لما يبقى احسن اتنين لعيبة في مصر شيكابل وعبدالله السعيد 37 سنة طب مين بعديهم اللي بيجي بعد يوم كمان بقى وليت سليمان لما بينزل بقى مؤسر شواف الأقلي وليت سليمان ميادوبك لعب مطش الزمالك حتى لو لعب دقائق لعب دقائق في مرات مطش الآهلي كان مؤسر وزمالك الاخيرة كان مؤسر الناس بتنادي بتقولوا يا ريت واليدي يرجع تاني طب اللعيبة اللي موجودة دي فين بقى ان ان احرارة وفين القلب وفين ان انت كون عندي اسرار وعزيمة ان انت لازم ترجع تاني ولازم ارجع للمستوية اللي انا الناس عارفوني بيه طب انا لو مش هقدر انساح بقول شكرا مش هقدر ما قدرش لعب تحت الضغوطات لان العيبة الاهل والزمالك على مدار التاريخ كله لازم يقدر يتحمل هذه الضغوطات زي ما بتقولها كابتن كريم نقطة مهمة زي ما بتضيع كورة بيعود يسيبه فيك وبعدها بتجيب كورة بيتكلمه عليك ويتكلمك ويحطوك على الأكتر انت لازم تتعود على ده في الكورة في اللي جاي كمان هيبقى أصعب لان انت في مقارنة ما بين الأجيال غزبا عن اي حد دي مشكلة كبيرة جدا بالعيبة الحال ودي مشكلة كبيرة جدا ان يبقى متقارن بالأجيال السابقة مع هذه الأجيال رغم السوشيال ميديا رغم الأرقام اللي ما شاء الله بياخدوها رغم كل سبل الراحة موجودة ليهم احنا ما اشتغلناش في ملاعب زي دية ولا كان فيه إعلام زي دوت ولا سوشيال ميديا زي دوت ولا حتى التطوير في عالم التدريب وفي حاجات كتير جدا مش عايزة أقول لو احنا كنا موجودين كانت الأرقام هتبقى أكبر وأكتر لكن هو طبعا كل جيل طبعا لنصيبه ورزقه لب أسألك سؤال في موضوع الأرقام ودي طبيعة الحال يعني تغير الأمور المالية والاقتصادية كل شيء فطبيعة الفلوس هتبقى أكتر وانت كنت بتاخد فلوس أكتر من كابتن فاروق عفر بس هنأقصد انه دلوقتي اللعيبة بتاخد فلوس كتير جدا وشهرة مش طبيعية سوشيال ميديا حتى لو لعيب لمس لمستين بقى وصفورة والنجم والعظيم هو ده اللي يمكن بأثر عليهم معنوين يأثر؟ هو ده يأثر معنوينه ولا يخليك تيعلم معنوين؟ هقول لك رأيه وقول لي صحة ولا ولا إنه لو لم تاخد فلوس كتير جدا أولا انت عايز تترفع بقى بالفلوس دي فتركيزك في الكرة وانك عايز تشتغل بيقل ده واحد أنا بتكلم على الناس اللي مش المفروض ده يحصل الشهرة زيادة إن أنا خلاص تمناها جماعة كده كده أسطورة لمست لمستين وبيت أسطورة أنا محتاجي إيه تاني فانا وصلت بقية أسطورة ومعاي فلوس كتير قوي محتاجي إيه من الكرة تاني هو هنا الطموح بقى وهنا هدفك انت عايز توصل ليه؟ هدف جمع الفلوس فقط لغير ولا جمع فلوس وجمع بطلات والناس كلها تعرف ها هو ده الفرق ما بين الأجيال الحالية والأجيال السابقة في الجيل الحالة دلوقتي عايز يطلع يبقى مدير على طول طيب إزاي هتبقى مدير وإنت لسه ما تمرمطش بلغة اللغة العالمية بتاعتنا لازم تتمرمط في حياتك وتشتغل وتروح وتيجي فإنت القصة ديت برضو لازم التربية لازم النوادي كلها دور لازم ما يكونش كل حاجة رفاهية موجودة للعيب رغم الأرقام وده رزقهم وكل شيء لكن إنت كلاعب لازم يكون عندك إصرار طموح توصل لهدف زي الأجيال السابقة شكرا للمشاهدة